حكاية النهاردة حكاية واحد حاكم حكم في المنطقة الحاكم ده قالوا فيه أراء كثيرة واختلفوا حوله هذا الحاكم حكم ما يسمى بدولة السعودية السعودية التي نشأت على أنقاض الدولة العثمانية السعودية اللي عبدالعزيز قال سعود تحالف مع الإنجليز ومع الفرنسويين وكان بياخد خمس تلاف جنيه دهج كل شهر عشان ينفق على العصابة بتاعته اللي بتحارب الوثمانيين المسلمين اللي كانوا في الوقت ده هم المسؤولين عن الخلافة الإسلامية فيه رأيين بيتكلموا على فيصل والحقيقة أنا مختار فيصل تحديدا لأن فيصل هو درة هذه الأسرة فيصل عاش حياته أغلبها إلى أن وصل لمرحلة معينة واختلف شخصيته اختلفت وفكرته اختلفت ورؤيته للإسلام اختلفت كان مجرد ملك من ملوك السعودية اللي بيملكوا الأرض وما عليها ومن عليها هي دي الفكرة اللي موجودة في السعودية على فكرة هم بينظروا للشعب والأرض أنهم بيملكوهم مش يعني مش هما بيحكموهم الحاجة لا هما بيملكوهم فيه رأيين عن الملك فيصل رأي لسعد الفقيه وهو بيقول أن الملك فيصل زيهم ما اختلفش كتير لكن الملك فيصل اتغير في آخر سنتين وحصل له نوع من الانتباه أو أراد أن يقف قدام النصرية والقومية والمد النصري في المنطقة لذلك احتضن الإسلاميين لكن فيه رأي تاني بيقوله الدكتور محمد موسى الشريف الشيخ العالم بالتاريخ بيقول أن الملك فيصل آخر عشر سنوات من عمره حسن إسلامه وحسن فهمه للدين وحسن تعامله مع قضايا الأمة لذلك طالب العرب والمسلمين بأن يقفوا صفا واحدا وأن يستعيدوا القدس وفلسطين ولذلك قتل فيصل عندنا موقفين لفيصل بنسقه من نهاردة عشان نعرف أننا قدام أمة إذا تماسكت تستطيع جدا أن تنتصر الملك فيصل في زيارة من الزيارات لفرنسا وكان وقتها الرئيس اللي بيحكم ديجول وديجول زي ما احنا عارفين هو اللي قد المقاومة الفرنسية ضد الألمان في الحرب العالمية التانية حصل حوار بين ديجول وبين الملك فيصل ديجول بيقول له أن أنتوا عايزين فلسطين ليه فلسطين مش بتاعتكم فالملك فيصل قال له فلسطين الأصل أنها عربية قال له لا الجماعة اليهود بيقولوا أن جده من أكبر إسرائيل اتولد هناك فرد الملك فيصل بذكاء وكان ذكي جدا بذكاء وبفطنة وبسرعة سرعة بديها قال له يا فخامة الرئيس أقول لك الجملة الذهبية التي ترددها أنت الويل للضعيف إذا احتله القوي الآن يحتل لفلسطين الأقوى من أصحابها العرب المسلمين لذلك أنتم تقولوا هكذا أن فلسطين ليست عربية وإنت بتقول أن جدهم الأكبر إسرائيل ولد في فلسطين وأنا أرد عليك وقول لك ماذا لو أن أحد السفراء الذين موجودين الآن في فرنسا والأكيد ممكن يكون عنده أولاد وحد من أولاده ولد على الأرض الفرنسية ماذا لو أن الإبن ده بعدما عاد لبلده أصبح رئيس هل يعود ويطالب بفرنسا كدولة يحكمها لأنها أصله ولأنه ولد في هذه الأرض كان الرد الحقيقة حاسم على الرئيس الفرنسي دي جول لكن عايز أقول هنا أن فيصل كان عنده رؤية واضحة جدا في آخر عشر سنوات زي ما قال الدكتور محمد موسى الشريف وكانت قضيته الرئيسية هي القدس وكان عارف كويس ما يستطيع أن ينتصر إذا اتحد العرب والمسلمين لذلك قتلوه لكن قبل ما يقتلوه حصل حرب حرب 73 وكان له موقف أيضا ولقاء آخر مع واحد من الأمريكان الملك فيصل في جدة حصل لقاء بينه وبين كيسينجر وكيسينجر لمن لا يعرفه هو أشهر وزير خارجية أمريكا مر على تاريخها تقريبا كيسينجر في لقاءه مع الملك فيصل اللي حصل في جدة واللي موجود دلوقتي على الشاشة قال له بيمزحه يعني قال له يعني فخامة الملك ولا مش عارف إيه الملك إن طائرة هامدة بالمطار فهل من الممكن أن تبيعني بترول بسعر السوق الحرة حتى أعود إلى أمريكا الكلام ده موجود في مذكرات كيسينجر بيقول لقد بادرته بهذه الجملة ممازحا حتى أجعل اللقاء سهل لأنه كان جاي عشان يطلب من الملك فيصل يفك الحظر اللي عمله فيصل ومشي وراه باقي العرب حظر البترول اللي حصل سنة 73 لما مصر كانت بتحارب الصهينة فرد الملك فيصل ردا ذكيا سريع البديهة أيضا قال له وأنا رجل مسن وأمنيتي أن أصلي في القدس رقعتين قبل أن أموت فهل تساعدني في تحقيق أمنيتي؟ هذا هو فيصل الذي حكم ما يسمى بالسعودية ماذا سوف يقول فيصل حينما يرى الآن أخوه سلمان وابن سلمان محمد بن سلمان وهم يهرولون إلى الكيان الصهيوني الكيان الذي الأصل فيه أنه كيان ضعيف كبيت العنكبوت ونعرف النهاردة في الحلقة هو ليه كيان ضعيف كبيت العنكبوت وليه إسرائيل سوف تنهار من الداخل وهل من الممكن أن ننتصر على إسرائيل أم لا يمكن وأن إسرائيل هذه أصبحت قوة لا تهزم حقا كما أشاعوا كثيرا جدا عبر تاريخهم فيصل في آخر أيامه طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة وأن يموت في سبيل القدس فيصل في آخر خطاب أو في الأيام الأخيرة من حياته قال خطاب شهير جدا والكلام ده كان حصل لما حرقوا الصهينة لما حرقوا بيت المقدس قال جملة لو تقالت النهاردة على الثاني لحضراتكم هتقولوا علي على طول إرهابي قال إيه الملك فيصل إخواني ماذا ننتظر هل ننتظر الضمير العالمي أين هو الضمير العالمي إن القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم أيها الإخوة لتنقذوه من محنته ومن مبتلي به فما لا يخيفنا هل نخشى الموت وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله يا سلام يا سلام هذا الرجل ينادي بالجهات في سبيل الله ويطالب العرب والمسلمين في هذا الخطاب بوضوح وعلى الهوى أن يجهدوا أن يحربوا في سبيل الله وأن يحملوا السلاح ضد الكيان الصهيوني استعادة لبيت المقدس ولفلسطين العربية المسلمة هل هذا الكلام لو قيل اليوم على لسان أي حد لو قيل على لساني الآن وقلت لحضراتكم لابد أن نحمل السلاح دفاعا عن بيت المقدس وعن القدس وأن نستردها هل مش هيتم تصنيفي على أن إرهابي وعلى أن قناة الشرق قناة موجود فيها واحد إرهابي أنا ما قلتش حاجة أنا بقول اللي قاله الملك فيصل اللي وقتها ما تقلش علي أنه إرهابي إيران هل هي العدو أم أن بيت العنكبوت هو العدو خد بالك من كلامي بس سوعة تقول أن شيعي موقف إيران من حرب أكتوبر كان إيه هل كانت مع الصهينة أم مع العرب ولا مع مصر المسلمة السنية القذافي والسادات ولعب العيال مش القذافي كان سني ماذا فعل القذافي مع السادات في حرب أكتوبر بل ماذا فعل الشاه شاه إيران محمد رضا بهلوي ماذا فعل مع السادات ومع مصر في حرب أكتوبر لما طلب السادات بترول من محمد رضا بهلوي بعد ما قطع القذافي البترول عن مصر وهي دخلة في حرب أكتوبر كان رد إيران اللي النهاردة بيقولوا عليها عدو كان ردها إيه قلوا يا ابني اعمل حسابي في أربعة مليون طن على سنة مانش عايزهم فورا على سنة ألحظ أنا موافق وبعتلي فبعتنا زي ما انتوا عارفين مركبين عبوهم وبعد كده رحوا رفضين كلياتا يده بيترول القذافي كان يرى في نفسه أنه خليفة عبد الناصر ولما السادات جاه كان يرى أيضا أن السادات انقلب على فكرة عبد الناصر ده القذافي كويس السادات وحيش وعبد الناصر حل وكلام جميل جدا لكن مصر أخبرها إيه بيت العنكبوت كيان الصهيوني أخبره إيه ما كانش موجود في حسابات القذافي ما كانش موجود في حسابات العرب ولا كانوا بيساعدوا الكيان الصهيوني بأن مصر يتمنع عنها البترول وهي دخلها على حرب السادات هنا بيقول أن مخزون البترول المصري كان يكفيها 15 يوم ولو مصر دخلت حرب كان يكفيها ساعتين فقط لأن الجيش هيسحب كل المخزون بتاع البترول عمل إيه القذافي القذافي بعد ما بعث له سفنتين قال له لا والله أنا كده مش قادر ما فيش طب وبعدين يا ابني ما فيش طيب كويس القذافي عمل موقف تاني في أكتوبر الناس طبعا عارفينه اللي كانوا موجودين ومتابعين واللي بيقروا التاريخ عارفينه القذافي كان له مجموعة من الطيرات موجودة بتشارف في حرب أكتوبر وبعد يومين ثلاثة كده رح سحب الطيرات بتاعتي وقال لك لا مش لاعب أنا مليش لاعب